شابتر نمبر 8 اللي كنا فيه بنحكي عن البلازمة ممبران طبعا اخر اشي اخر سيكشن وصلنا عنده اللي هو الكابل ترانسبورت او بنسميه احنا الكو ترانسبورت عشان اسهلها عليكم لما نحكي كلمتك كو ترانسبورت احنا بنحكي عن نقل مادتين بنفس الوقت at the same time طب لما نحكي لك كو ترانسبورت هي a course when active transport of assault indirectly drive transport of other substance يعني اثناء حدوث النقل النشط لما نحكي في صار عنا نقل نشط من التركيز الاقل للتركيز الاعلى يعني عكس اتجاه التركيز بيهتم نقل مادة اخرى تمانا شما بالصورة راح نفهم هذا الكلام ولكن بدي تفهم تماما انه الكو ترانسبورت احنا بنحكي عن نقل نشط ولكن اثناء حدوث النقل النشط بتم نقل مادة ثانية طبعا هذي اكثر اشي بتصير عندي في اللي هي بتكون عندها اللي بتساعدها على انها تنقل مادة ثانية اثناء حدوث النقل النشط فبحكي لك الدفوجن يعني اثناء حدوث النقل النشط بتم نقل مادة اخرى شوفوا هذا الكلام بيصير عندي داخل البلانت سل بس لحظة شوي هذا الكلام كله ياتو بيصير داخل البلانت سل شوفوا هاي المادة اللي هي السكروز تم نقلها داخل عندي الخلية ولكن حتى تنتقل السكروز وتصير جو الخلية لازم يصير عندي نقل نشط فلاحظوا انه البروتون بامب هي احد انواع النقل النشط احد انواع الاكتيبي ترانسبورت يلي بتم نقل المادة من الاقل تركيز لا الاعلى تركيز يعني عكس التركيز from low to high وحتاجت عندي ATP عشان تنقل الهايدروجين ايون بره الخلية الكود ترانسبورت شو بيحكي لك اثناء نقل الهايدروجين بره الخلية بتم ادخال مادة اخرى بحاجتها البلانت سل فدخل عندي السكروز فليسا منهم احنا كود ترانسبورت فانهم هم مرتبطين مع بعض يعني لو لا البروتون بامب ما رح يتم ادخال عندي السكروز داخل الخلية وسميناه احنا كود ترانسبورتر فبالتالي لما تم نقل الهايدروجين عكس التركيز لبر الخلية تم ادخال عندي السكروز جوا الخلية مع ادخال عندي كمان الهايدروجين ايون فهي باختصار ايش يعني الكود ترانسبورتر طب هلا رح نحكي عن اشي تاني واللي هو بنسميه احنا البلكي ترانسبورت تمام؟ لما نحكي بلكي ترانسبورت فهو في عندي بعض الاشياء اللي بتكون حجمها كبير ولانه حجمها كبير فهي ما بتجد تدخل بسهولة من خلال القنوات اللي هي ايونز او الكارير بروتين هي بحاجة لا اشي اكبر عشان تقدر انها تطلع او تدخل جوا الخلية فبالتالي في عندي تو بروسس بنخلال هاي تو بروسس بتم ادخال المواد الكبيرة جوا الخلية اول بروسس هي بنسميها احنا الاكزو سايتوسيز والبروسس التانية هي عندي الايندو سايتوسيز اكزو يعني من اسمها خارجي يعني انا بطلع اشي برا الخلية من جوا لبرا يعني بفرزها برا اما الايندو سايتوسيز لا انا بدخل اشي جوا الخلية فهذا المقصود بالبالكين ترانسبورت في عندي تو بروسس اكزو من كلمة اكزو يعني برا الخلية بطلعها اكزو سايتوسيز بدخل اشياء جوا الخلية بنسميها احنا اندو سايتوسيز فعندي سمول موليكيول اندووتر او ليف دا سل ترو دا ليبت بايليار او فيا ترانسبورت بروتين هاي الاشياء بيكون حاجة مصغير بيكون تدخل عن طريق انتشار او عن طريق الاكتب ترانسبورت او عن طريق الدفيوجن فاحنا حكيناهم فيما قبل ولكن لما تكون عندي لارج موليكيول يعني موليكيول بيكون حجمه كبير مثل عندي البوليساكرايد او مثل عندي البروتين لا هاي بتي حاجة لحوي صلاك عشان تدخل جوا الخلية او تطلع عندي برا فبالتالي انا لو حكيت لك بالامتحان اعطيني اكزامبل على لارج موليكيول بحاجة لعملية الاكزو سايتوسيز او الاندو سايتوسيز بتحكيني بعض انواع البوليساكرايد وبعض انواع عندي البروتين فالبنكي ترانسبورت الاشي اللي بيميزه انه بيحتاج عندي الى طاقة تمام عشان يعمل عملة الاكزو سايتوسيز او عملة الاندو سايتوسيز هو بحاجة عندي الى طاقة طيب نيجي نحكي على اول وحدة او اول بروسس اللي احنا بنسميها الاكزو سايتوسيز اكزو حكيت لكم انه انا بدي اطلع اشي من جو الخلية لبرة معشانك اسمها اكزو سايتوسيز فلو بنحكي نقرأ الاول جملة اللي بيحكي لك ترانسبورت فيزل ميجريت تو ده ميمبراين فيوز وذيت اندريليز دير كونتنت اوتسايد يعني هي عبارة عن حواصلات بتهاجر من جو الخلية بتلتصق في الميمبراين بعدين بتطلع مكوناتها برة خلية هاي بنسميها عملية الاكزو سايتوسيز فاي خلية بتعمل هذه العملية بنسميها احنا سيكراتوريسل شو يعني سيكراتوريسل يعني خلايا افرازية قادرة على انها تعمل عملية الاكزو سايتوسيز وبطلع منتجاتها برة الخلية اي حدا منكم عنده اي سؤال على عملية الاكزو سايتوسيز واضح يا جماعة الصوت عندكم هي عملية الإندوسايتوسيس ولما نحكي عملية إندوسايتوسيس إحنا بنحكي عن ادخال أشياء من بر الخلية لأشياء جوا الخلية كمان عن طريق تكوين هوصلات الأندوسايتوسيس أكيد عكس عملية الإقزوسايتوسيس وبتستخدم عندي بروتينات مختلفة البميز عملية الاندو سايتوسز انها بتحينها يعني الى ثلاث انواع اما الاندو سايتوسز هو نوع واحد فقط تمام يعني بسهولة وعملية واحدة بنعتمرها اما الاندو سايتوسز هي فيها ثري تايبز تمام فيه اول نوع اللي هي بنسميها عملية الفاقو سايتوسز اللي احنا بنسميها السيلولر ايتنغ الاكل طب شو يعني الاكل يعني هي بتدخل اشياء صلبة تمام فبنسميها احنا فاقو سايتوسز عملية البلعمة عملية عندي ادخال اشياء صلبة الى الخلية بنو سايتوسز هي عملية انه بندخل اشياء سائلة تمام فانت بدخل اشي نيكود بسميها بنو سايتوسز انت بدخل اشي صلد بسميه انا فاقو سايتوسز فهذا الفرق ما بين فاقو سايتوسز وما بين بنو سايتوسز Benocytosis بدخل أشياء liquid أما الفاغocytosis لا أنا بدخل عندي أشياء صلبة أشياء بتكون عندي solid أيضا في عندي إشي اسمه Receptor Mediated Endocytosis شو يعني عشان أنا أدخل جو الخلية لازم يكون فيه ligand بارتبط مع Receptor وبعدين بدخل هذا الإشي يعني لازم يحصل على إشارة عشان يتم إدخال هذا الإشي جو الخلية بدون إشارة ما بتصير عنا عملية الاندocytosis لذلك في عندي ثلاث أنواع مثل ما حكينا solid بنسميه إحنا فاغocytosis بدخل إشي صلب جو الخلية بدخل إشي liquid بسميه أنا Benocytosis وإذا هي كان ligand لازم يرتبط مع Receptor أنا بسميها هذه العملية Receptor Mediated Endocytosis ومن اسمها Receptor Mediated Endocytosis يعني لازم ligand يرتبط مع Receptor عشان تصير عندي هاي العملية شوفوا هاي الصورة يا جماعة هاي عملية الفاغocytosis لاحظوا أنا بدي أدخل أشياء جو الخلية ولكن هذا الإشي كان صلب صحيح عشانيك أنا سميته Vagocytosis تمام وعملتها كهويصرة ودخلناه جو الخلية وتحولت عندي لفودفاكيور طبعا هاي حكناها فيما قبل طب لما بدي أدخل أنا إشي liquid تمام هاي العملية بسميها أنا Benocytosis ولاحظوا أنه أنا محتج لا ligand ولا Receptor ولا إيشي فقط عملية بسيطة جدا إذا كان صلب نسميها phagocytosis إذا كان liquid بسميه أنا عملت Benocytosis وبدخل عندي جو الخلية أما بالنسبة لعملية Receptor Mediated Endocytosis هنا لا لا لاحظوا أنه اللون هم red هدولة بنسميه إحنا Receptor وللون هم purple هدولة عبارة عن اللايقاند فلازم بيرتبط اللايقاند مع الريسبتر عشان تنشأ عندي عملية الـ Endocytosis فلولا ارتباط اللايقاند مع الريسبتر هاي العملية ما رح تصير عندي فبالتالي ما رح تصير عندي عمية Endocytosis عشان هيك الـ Endocytosis لازم ترتبط عندي اللايقاند مع الريسبتر وتنشأ عندي هاي الهويصلة وبتم إدخالها جو الخلية فتوقع حكا واضحة يعني phagocytosis إشي صليد بدخل جو الخلية Benocytosis إشي liquid بدخل جو الخلية الـ Endocytosis لازم يرتبط اللايقاند مع الريسبتر عشان يعمل عملية الـ Endocytosis طبعا كيف ممكن يعني نستخدم عملية الريسبتر مديات الـ Endocytosis بحكي لك إنه عشان نيدخل الكوليسترول جو الخلية لازم يحتاج لإشي اسمه Low Density Lipoprotein هذا Low Density Lipoprotein بيساعد عندي على عملية الـ Endocytosis للكوليسترول فإحنا في عنا على الخلية في عنا ريسبترز هذه الريسبترز ضرورية ومهمة علشان يدخل الكوليسترول جو الخلايا فأكيد إذا الشخص ما عنده لمشكلة معينة يعني ما عنده هذا الريسبتر الكوليسترول ما رح يدخل جو الخلية ورح يصير عنده إشي اسمه Hyper Closterolemia يعني الدم بيصير عنده مليان بالكوليسترول فبالتالي شو بيصير عنده؟ بيصير عنده في مشاكل بالأوعية الدموية فبيصير في عنده جلطات بيصير في عنده معرضة في أي وقت إنه تسيبه جلطات وخثرات داخل الأوعية الدموية فبالتالي هذا الريسبتر اللي هو Low Density Lipoprotein هو مهم جدا علشان يعمل عملية الـ Receptor Mediated Endocytosis عشان يدخل الكوليسترول جو الخلية فلاحظوا إنه الكوليسترول دخوله جو الخلايا ومش عشوائي تمام؟ ما بيدخل إلا بيرتبط الـ Ligans مع الريسبتر وبسمح بدخول الكوليسترول فالأشخاص اللي عندهم مرض مرض لسبب طفرة معينة أو مشكلة معينة عندهم مشكلة بهذا الريسبتر ما بيدخلوا دخل الكوليسترول جو الخلايا فبصير عندهم مرض اسمه الـ Hyper Closterillemia اللي هو مرض ارتفاع الكوليسترول داخل الدم بشكل كبير جدا لأنه خلايا غير قادرة على إنها تدخلوا جو الخلايا لأنه الريسبتر فيه مشكلة فبالتالي هاي العملية ما بتصير عندهم عشان يكبصير في عندهم هاد المرض بالتالي هاد هو طبعا الشابتر شابتر رأيتها كم يكون احنا خلصنا طبعا هو شابتر سهل يا جماعة بس بده مراجعة أول بأول هاد منكم جماعة عنده أي سؤال أي سؤال يا جماعة احكوا يا جماعة دعا دكتور يعطيك العافية طيب تمام أنا رح أوقف معكم اليوم لهون تمام ما رح أبلش بشابتر جديد أوكي تمام دكتور تمام يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر